سؤال من الأستاذ محمد فاروق ما هي المدة التي تسقط فيها عقوبة الضرب وهل تسقط عندما يكون الجاني خارج البلالة خلال المدة؟ المادة خمسة الإجراءات الجنائية حددت التقادم ثلاث سنوات للحكم الغيابي أول درجة أيها وخمس سنوات للحكم المشتقن في النهائي السفر بيوقف هنا يعني النهاردة هو النهاردة مضى الشيك أو التكب الجرم وسافر استخبى خمس سنين بره وجه لا ما بتسقطش تقادم ما بيسقطش؟ لا 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 بسقطش بس هو أهم حاجة يجيب شهادة من مصلحة الجوازات بسفر المتهم بيطلب من المحكمة التصريح باستخراج المعتاد عليه آه طبعا بيطلب من المحكمة شهادة باستخراج تحركات شهادة تحركات ويبيوضح قدام حضث القاضي أن هذا الرجل مش موجود في مصر من الفترة كذا للفترة كذا لأخي لو جيه بقى في الفترة كذا يعني لو جيه في الثلاث سنين دي مرة أو مرتين لا بيبعينا موجود